مرين معاكو في مهرجان العالمين في نسخة الأولى وحفلات كبيرة ومستمرة على مدار أيام المهرجان وأنا النهاردة مع أمير الأحزان والصوت المليان شجن وفن كبير جداً جداً النجم تامر عشور هو لسه مخلص الحفلة وإحنا مبسوطين وسعاداء إن إحنا موجودين معاك بعد الحفلة في العالمين ومشاء الله الحفلة sold out من أول ما تعالن عنها رغم أنه تعالن عنها في وقت ما هواش كبير آه دي حقيقة طبعاً بشكرك جداً على التقديمة الحلوة والحفلة دي كانت من أهم الحفلات ليا الحقيقة في الفترة دي كنت بجهز لها كتير جداً وعملين بروفات كتير جداً آه يعني أعلنوا عنها قبلها بفترة أو ليلة ولكن موضوع sold out ده يعني بصراحة دايماً بيبسطني ويعني واتبسطت كمان النهاردة جداً مع الجمهور في تفاعلهم وحفظهم للأغاني لا بس ده مش جديد على تامير عشور يعني إحنا مؤخراً بقينا منشوف كمان حفلات في الوطن العربي بشكل كبير الناس حفلة حفظة الأغاني بتردد الأغاني القديم والجديد طبعاً أنا يعني ده أكيد بيحصل بس أنا فرحت قوي يعني لما يبقى فيه في مصر المهرجان كبير ضخم زي ده وعدد الجمهور كبير جداً وبعدين كلهم يعني موروهمش حاجة خلاص إحنا جيني الساحل بقى نقضي الفترة دي لأ بجد انتبسطتوا وكانوا يومين أصلاً في الساحل يعني بسطوني وأجواء الحفلة والتحضيرات